اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موجه للتصدير نحو الخارج واضف المصدر ذات أن العملية افضت إلى توقيف سائق الشاحن المستخدم في محاولة تهريب المخدرات المحجوزة وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 61 سنة تم وضعه رهن اشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النياب العام المختص وذلك لتحديد كافة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء